السلام عليكم معاكم رامس سعد من توانتو كندا النهاردة لسه مخلص الجيمة وقلت اطلع معاكم بسرعة كده عشان اكلمكم في موضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو حبوب منع الحمل هل هو حبوب منع الحمل من المتهمين الكبار في موضوع فرط الحركة واطفال التوحد احتمال واحتمال لا ولكن احنا هنشوف الشواهد اللي احنا شوفناها بداية اكتشاف حبوب منع الحمل اكتشافها عالم في امريكا سنة 1960 وبعد كده ابتدت تكتر في العالم كله من 1970 وطبعا راحت كل بلاد العالم وتهافت عليها السيدات وكده ولكن هي لها تأثير عكسي كبير ياريت كلنا نقرأ على موضوع الاضرار بتاعة حبوب منع الحمل والاضرار بتاعتها ان هي بتشيل معادن وفيتامينات من الجسم يعني بتشيل فيتامين اي وفيتامين بي وفيتامين سي والثلاثة دولة من الفيتامينات المهمة جدا بالنسبة للولادة والطفل السوي وكمان بتشيل الزينك والسيلينيوم والماجنيزيوم وطبعا الثلاثة دولة من الكبار جدا بالنسبة للمناعة يعني الزينك طبعا تعرفينه بالنسبة للمناعة والسيلينيوم اتكلمتكم عليه كتير والماجنيزيوم كمان فاحنا دلوقتي يعني موضوع مهم ونحب نبص عليه ونحب نوعي السيدات والبنات بتاعنا ان هم يعني يستشيروا الدكتور قبل ما ياخدوا حبوب منع الحمل وكمان لقيت كمان ان يعني من سنة عشرين من سنة الفين لسنة الفين وعشرين زادت نسبة توحد بحوالي ميتين واحد واربعين في المية وده بإذن الله يعني هنتكلم عليه في المؤتمر اللي انا هنزله مصر مخصوص اللي هو يوم واحد سبعة وهنتكلم على الموضوع ده بترسل يعني ولكن كمان من الحاجات اللي شفتها ان لقيت ان الطفل الاولاني كل الابحاث بتقول الطفل الاولاني بالنسبة للتوحد بيبقى هو نسبته عالية خمسين في المية من الاطفال الاوليين يعني الطفل البك وهو بيجي له توحد وبعد كده برضو بالنسبة للولاد تلت اضعاف البنات وطبعا احنا عارفين ان الزنك بيتشال بحبوب المنع الحمل فاحتمال هو ده يكون السبب ان نسبة الولاد اكتر عشان الزنك ده معدن زخوري والنحاس ده معدن نسائي فهي داية النقطة اللي كنت بحب اكلمكم فيها ان شاء الله ضمتم سالمين وبإذن الله نشوفكم على خير كان معكم رامس سعد من تورنطو جندا باي باي شاو